اختمت اعمال جلسات الدورة الثلاثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثلاثة عشر للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية والمعنية بمنع الفساد بفيينة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس الدورة السعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا وقد اعتمدت الدورة التقريري فريق استعراض لآلية التنفيذ والفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية والمعنى بمنع الفساد في دورتهما الثلاثة عشر وخلال الجلسات تم استعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول وقام الوفد المصري المشارك باستعراض جهود مصر في مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة وعلى هامش الجلسات التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة والمعنى بالمخدرات والجريمة غاد ولي حيث تم منقشة مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فضلا عن مناقشة نتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي عقدت بشرم الشيخ في ديسمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر